نحاول أننا تعرفوا خصوصاً على الحروق الأنواع لأننا ربما كتختلف طريقة الإسعافات كذلك على نوع الحروق فإذا كما ممكن تصنفنا هذه الأنواع الحروق الطريقة كيف شخصنا نتعامل معها؟ عادةً من أننا في تصنيف الحروق هما كانوا دراجات المعروفين عند الناس كانوا الدراجة الأولى، دراجات الثانية، دراجات الثالثة بالنسبة لنا كأطباء اختصاصيين كانوا في الدراجات الثانية قسموها قسموها على ثلاثة دراجات وفي دراجات الثالثة قسموها على ثلاثة دراجات نحن نبسطون الناس كما تعرفون أننا الدراجة الأولى لأننا قد نضيفه من غير الحروق التي يكونوا في المنزل وفي الشغل، وفي البحر حروق الذي يكونوا في البحر دراجة الأولى نحن نتعرض للمود للشمس تحمل جلدنا، هذه هي حروق من دراجة الأولى غيد حمرت؟ الحمار هي الحروق من الدرجة الأولى الحروق من الدرجة الثانية هو تحرق الإنسان سواء السوائل أو العافية تنفخ جلدها حروق من الدرجة الثانية إذا كان جلدها تحت منها حمراء ستكون درجة سطحية غوز درجة ثانية تكون فيها بيضة درجة ثانية عميق تصل إلى درجة ثالثة من المدى طويلة يقرأ الحدث خلال الحروق من الدرجة الثالثة تكون قليلا من الدرجة الثانية من الدرجة الثانية تظن أن الحروق من الدرجة الثالثة لا يحاول إسعافات هل تكون الإسعافات في المستشفى؟ لا، عادة الإسعافات الأولية التي تحرق الإنسان ويجب أن يكون خبرة نعم، إذا كانت خبرة نحاول أن نغطيه ونغطيه بما يأتي إسعافات الأولية وهذه الخاصة بالنسبة لإسعافات الأولية التي تكون من درجة الخفيفة الأولى كيف سوف نتصرف الدكتور ونتجنب الأخطاء الشائعة التي تكون كثيرا في هذه المشكلة؟ بالنسبة للدرجة الأولى والدرجة الثانية عادة يكونوا تقريباً بحال بحال من الدرجة الأولى ما نفعله؟ درجة الأولى من يتحرق مثلاً، لنفترض أن هناك مطعام في المطباق أو لا؟ إنسان يتحرق أو الجزتكين نقوله بعدها أنهم لم يخصوش يتدار الأخطاء الأخطاء اللي يتدار هو الناس يتلقى بالخطرات غير التحرق يمشي معجول الأسنان هاتقك، هاتزيت، كل مواد كثير هاتفح، 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 هاتفخ، 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 هاتفخ نحاول أن نتفاداهم لأنهم بعض الخطرات يقضوا يقضوا ينفعوها، لكن بعض الخطرات يقضوا يغيروا من شكل الحرقة يزيدوا يحرقوا ربما خصوصاً معجول الأسنان، نظن أن الفكرة غالطة هو يزيد نفلك الحرق على حسب المعجول الأسنان اللي يتدار مواد أسيد أو لا نحاول أن نتفادا وعادة لأنه يجب أن يتحرق نحن لدينا واحد القاعدة يجب أن تحل الماء تحل الماء لا يكون بارد بثاف لأنه إذا كان بارد بثاف قد يزيد أكثر لا يمتلك تحل الماء نحن تحل الماء نحن نتفادا نحن نتفادا في الوضع نحن نتفادا يجب أن يزيد قد تحل الماء لدينا قد يتحل الماء نضيف أ cavalبي. ومعرف εδώ. تسهيل الدوار دماية سمكونا. كيف كان يطلق الحرق مع الارتحة. مثل أن present. إعلام كريمات الخاصة. قد أكون هذا الحروق من الآية من غ antibiot. لأن العسل الحر في الدار يجب أن نستعمل العسل لكي نستعمل العسل لكي نحاول البري والجرح تتشد الجرح تتشد الجرح والناس الذين يستعملون الدواء الحمر هو مزيان لأنه ينشف ولكن يغير لك الشكل الحرقة قد تكون حرقة عميقة ولكن من يجب تتشد الجرح النوع اللي يكون حمر الدواء الحمر يغير لك الشكل وإنسان ما يبقى عارفه عندها صورة ماشي شي حاجة خيبارة غير بسيطة ولكن يجعلها تزاد